ينضم إلينا بن بنزرت بلال مبروخ رسل الغد إذن بلال كيف يبدو المشهد لديك في ظل الحرائق التي كانت موجودة وهل هناك توقعات بوجود حرائق مماثلة قريبا بناء على هيئة الأرصاد هناك نعم ونحن الآن في منطقة دمنا الريفية وهي المتاخمة لمدينة بنزرت شمال تونس يعني تقريبا تمت السيطرة على الحراق نحن الآن على مقربة من هذه الغابة التي احتلقت منذ يومين في الحقيقة لا يمكننا الوصول إلى هناك عبر سيارتنا ولكن قوى الدفاع الوطني وقوى الجيش الوطني قامت بإدفاء هذا الحريق أيضا في الجهة المقابلة في منطقة رسل جبلة تابعة أيضا لمحافظة بنزرت يعني في أعلى الجبل هناك شهد هذا الجبل حريق يعني في قمته وأيضا في أماكن أخرى متفرقة من مدينة من محافظة بنزرت فيما يتعلق بنزرت تمت السيطرة على الحراق لوجود خسائر بشرية من الطفل لم تلتهم أيضا أو لم تتمدد هذه الحراق إلى بيوت الناس أو منازل الناس بقت فقط في الغابات وأيضا في أعالي الجبال أيضا في محافظة القسرين حيث احترق تقريبا وهي أكثر ربما حصيلة ألف يعني ألف ومائة هكتار في محافظة القسرين هناك مصادر في المندوبية الجهوية للفلاحة في محافظة القسرين تقول أن ربما أياد بشرية متسببة في هذه الحراق أيضا في محافظة جندوبة إلى الشمال الغربي من تونس على الحدود التونسية الجزائرية منطقة فرنانا شهدت أيضا حراق وتم تطويقها بالكامل هذه ربما كانت على مقربة من اللحياء السكنية حيث اضطرت السلطات التونسية إلى إجلاء بعض المساكن ولكن من ألطاف الله لم يسجل أي ربما ضحية بشرية وتم تطويق تلك الحراق بالكامل هذه الحراق ربما تأتي بعد ارتفاع مشهود وملحوظ وتاريخي في درجات الحرارة وصلت إلى حدود 49 درجة في محافظة القسرين اليوم يعني في هذا التوقيت 45 درجة من منذ الثمانينات لم تشهد تونس الارتفاع في هذه الدرجات الحرارة ولكن هناك من يتحدث هناك بعض المصادر تقول أنه في بعض الحراق كانت هناك أياد بشرية متورطة والرئيس التونسي قيس سعيد ربما خلال لقائه أو خلال كلمة له في أحدى مركز التلقيح لمح إلى ذلك وقال هناك من يضرم الحراق وهناك من يتورط في الحراق عموما آخر ربما المستجدات خاصة فيما يتعلق بمنزارة القوى الأمنية فتحت تحقيقا معمقا ربما الوقوف إذا كانت هناك أياد بشرية هي التي تسببت في هذه الحراق ولكن ربما السبب الأول والسبب المباشر هو الارتفاع الملحوظ والارتفاع الكبير والتاريخي في درجات الحرارة كما ذكرت وائل درجات الحرارة تتراوح في هذا الأسبوع بين الـ 45 كأقل درجة والـ 49 ووسط حطر 50 درجة في محافظات أخرى من الجمهورية التونسية كمحافظة تكبيلي ومحافظات خاصة الصحراوية في أقصى الجنوب التونسي شكرا جزيلا لك بلال مبروك كنت معنا بن زيرت مناصر لقد في تونس